القيود الجديدة التي جاءت مع وصول طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان لم تمنع الصحفية بنفشة من مواصلة عملها رغم المشاكل المتزايدة أمام حرية الإعلام تم فرض المزيد من القيود على الصحفيين لا سيما النساء مؤخراً أصدرت وزارة الأمر بالمعروف في الحكومة توجهات جديدة تتضمن محظورات كثيرة بشأن العمل الصحفي كل هذا تقييد لعملنا الوصول إلى المعلومة الحلقة التي يفتقدها الصحفيون الأفغان يوماً بعد يوم كثير من هؤلاء يرون أن دائرة التحرك والتغطية الإعلامية تضيق أكثر في البلاد هكذا تقول آخر استطلاعات اتحاد الصحفيين من مجموع محافظات البلاد ناهيك عن تزايد الضغوطات على العاملين في المجال نشر الحقيقة والوصول للمعلومة حق أساسي للعمل الصحفي أعتقد أننا أمام سلسلة محاولات لتقييد هذا الحق فمعظم الذين استطلعنا آراءهم يشكون من عدم الوصول للمعلومة طالبان المتهمة بممارسة عناصرها سياسة ميدانية عنيفة تجاه الصحفيين ترفض حكومتها المؤقتة الاتهامات الموجهة إليها وتقول إنها حريصة على استمرار العمل الإعلامي الحر في أفغانستان الإمارة الإسلامية فعلت ولا تزال تفعل الكثير من أجل ضمان حرية الإعلام في أفغانستان لقد تم ترشيد وزارة الإعلام والثقافة وأسسنا إدارات خاصة في القصر الرئاسي للتعامل مع الإعلام وتسهيل أمور الصحفيين نحن ملتزمون بالعمل مع الإعلام الحر ورغم تطمينات حكومة طالبان فإن أكثر من 200 وسيلة إعلامية أغلقت فيما غادر أكثر من 400 صحفي البلاد ألف عامل في الوسط الإعلامي تركوا الوظائف لأسباب أمنية وإقتصادية لغة الأرقام هذه تكشف عن بعض ما يواجهه القطاع الإعلامي في أفغانستان صفة الله صافي الحرة